اشتركوا في القناة والتي تم خلالها بحث عدد من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المحالة اليها فمن جهتها ركزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة على توجيه الجهود لتطوير التشريعات والقوانين المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والعمل على التقدم بمزيد من الاختراحات بقوانين التي تضمن مواكبة التشريعات المستجدات وما تتطلب المرحلة الراهنة حيث تبحث اللجنة حاليا ثلاث اقتراحات بقوانين لتعديد قوانين ذات علاقة بالشأن الاقتصادي والمتضمنة قوانين إعادة تنظيم الإفلاس والمعاملات الإلكترونية وتشجيع وحماية المنافسة لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة سعادة السيد فؤاد الحاجي رئيس اللجنة عقدت اجتماعها ورفعت خلاله قرارها بشأن عدد من مشروعات القوانين إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضها في الجلسات المقبلة للمجلس تضمنت ثلاثة مشاريع الأول وهو مشروع قانون بتعديد قانون البلديات والذي يهدف إلى سد الثغرات القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتقرير ثالث حول مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والبيئة وإعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة وقد كانت لجان مجلس النواب قد عقدت عددا من الاجتماعات المهمة كذلك خلال الأسبوع الماضي أبرزها اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الدكتور علي ماجد النعيمي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والذي أكد توصية اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 2010 لشأن الكشف عن الذمة المالية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وإحالته إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة وأقرت اللجنة بوجود شبهة عدم دستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم برقم 83 لسنة 2019 فيما أكدت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل الفقر ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 لجنة المرافق العامة والبيئة في بجلس النواب التقت بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات والوفد الحكومي المرافق لمناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018 حيث تم خلال الاجتماع عرض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى ضوئها وبعد المناقشة المستفيضة واستعراض كافة الأراء الواردة إلى اللجنة قررت اللجنة تأجيل النقاش بشأن المشروع بقانون إلى الاجتماع المقبل